خلونا نبدأ مع بعض بأول رسالة موجودة معنا بتقول أنا اتجاوست من خمس شهور وجوزي عارف أني بشتغل ومرتبي كويس وما كانش بيسأل عن فلوس شغلي يعني أنا أدفع وأجيب في البيت أي حاجة زي ما أنا عايزة ما كانش بيسأل وأنا كنت معتبرة الموضوع واحد لحد أول الشهر ده سألني أنت مرتبك دلوقتي بقى كام فقلت له قالي وبتوديه فين قلت له نصه لأمي وأبويا والباقي معايا بصرف منه في البيت دلوقتي هو بيقولي المفروض ما تديش أهلك فلوس طالما أنا سامحلك بالشغل يبقى الفلوس كلها تبقى معانا في البيت وده حقي كزوج أني أمنعك تدي فلوس لأهلك من غير معرفتي طالما سامحلك تشتغلي وتغدي من وقتي ووقت البيت أنا بصراحة متضايقة قوي من موقفه ومصدومة من كلامه ومعرفش كلامه صح ولا غلط وده من حق الزوج فعلا ولا لأ والمشكلة أني من وقت ما اشتغلت وأنا بعمل كده مع ماما وبابا لأني عارفة ظروفهم كويس وكمان لسه أقصد جهازي ما خلصتش تنصحوني أقوله إيه أو أتصرف معاه إزاي من الناحية دي ولو عندي مشاكل كتير في حياتي هل ده معناه أني محتاجة أراجع علاقتي بربنا سبحانه وتعالى تاني ولا إيه لأني بجد احترط لأنها مشاكل ليس ليه يد فيها ولا في حدوثها على الإطلاق يمكن دي مشكلة وسؤال ضمن أسئلة تانية كتير هنجاوبها النهاردة إن شاء الله مع حضراتكم ومع فضيلة الشيخ عويدة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم وأهلا محافظتكم والسلام أهلا وسلام مشكلة بتبقى موجودة في أسر وفي بيوت كتير جدا مرتب الزوجة من حق الزوجة فقط ومش من حق الزوج التدخل فيما يخص أموال الزوجة ولا لأ ولا هي فعلا عشان بتنزل وبتشتغل وبتاخد من وقته من وقت الأولاد لابد إن هي تدفع وتساهم في البيت أو ما تتصرفش في أي قرش هو خاص بيها إلا لما ترجع للزوج الأول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه داه وبعد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقهم إذن النفقة المفروض أنها تبقى على الزوجة في كل الأحوال يبقى الزوجة كسوة وطعاما وشرابا وسكنا وتطبيبا ده على زوجة ونفرق برضو بين أمرين أنا واخد زوجة بتشتغل ولا لا؟ بتشتغل ولا واخد زوجة ما بتشتغلش وبعدين أنا سمحت لها بالعمل لو كانت بتشتغل من الأول الرضا بالشيء رضا بالمقالات انت واخدها بتشتغل وعارف أن هي في شغلها من 8 الصبح لـ 2 مثلا كذا أو من 8 لـ 3 يبقى خلاص انت واخدها بتشتغل انت رضيت بهذا الأمر من الأول وقد ترخرها أن هي بتساعد في البيت أما أنا مش واخدها بتشتغل وعدين سمحت لها بالعمل هنا بقى أقول لها لا انت كده بتجي على حق بيتي يبقى كان لازم هنا السائل يقول لنا أنا متجاوزها بتشتغل ولا ما بتشتغلش لا هو عارف أنها بتشتغل عارف أنها بتشتغل آه هو واخدها بتشتغل إذن الرضا بالشيء الرضا بالشيء رضا بالمقالات انت رضيت من الأول أنك تاخدها عاملة وعارف ما تقعودش تتحكم فهو تقول لها لازم تقعود طب هو من حقه أساسا يقول لها تدي أنا كان بقى في الجانب الاجتماعي بالزبط لذلك الفتوى يا جماعة هي مش مسألة حلال حرام الفتوى فيها جانب أخلاقي يعني واحدة لها دخل وموظفة وقالها ربوها وعلموها والدهالة الجهزة بتشتغل وتساعد أبوها بشيء ولا أسرتها بشيء يبقى ده حرام ده حرام عليه لو هو مناعها حرام عليه لو هو مناعها هل من حقها هي إن هي تمنعه إنه يساعد والديته نفرق زي بنحقين دول ليه نسمح للزوج للرجل يعني إنه هو يعطي أباه وأمه ونقول له قطر خيرك وربنا هيكرمك ولازم أبوك وأمك تشيرهم فوق دماغك ونجي للبنت لما يكون أباه وأمها محتاجين وتديهم الزوج يقف على شبيره زي ما بقولك ويتنطط زي الفلة في النار وقول لا أنا ما تديش ده حقي وحق أولادي لأ ما واش حقك ولا حق أولادك لأنك إنت متجوزة وهي بتشتغل ومن حقها إن هي تساعد أهلها وقد ترخرها إن هي بتنفق في البيت أنا أتكلم الواقعة دي أتبعينها الأمر الثاني الزوج المفروض يكون عنده يعني النوع من التطهيب الخاطر جبر الخاطر ياخد حماك وحماتك ده أنت المفروض ده لسه متجوزين بقلهم خمس شهور يعني المفروض حتى لو أنت شايف حماك محتاج ومديون ولا مزنوق في حاجة أنت من نفسك ده أصبح في مقام والدك فالحقيقة موقفه أخلاقيا مش حلو خالص طيب هي بتقول إنها عندها مشاكل كتير والمشاكل بتحصل بتقول أنا مليش يد فيها هل هي محتاجة ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتشوف إيه ممكن تكون قصرة في تجاه حق ربنا سبحانه وتعالى يكون سبب المشاكل اللي حواليها طيب أولا إحنا نرجع لربنا في كل الأحوال في مشاكل ما فيش مشاكل بنرجع ربنا ونراجع نفسنا طول الوقت ده شيء كويس إن هي عايزة ترجع المشاكل لأنها مقصرة في حق ربنا كلنا مقصرين في حق ربنا وأكيد التقصير في حق الله له علاقة بما يحدث لنا من عطبات من خبطات في حياتنا ودي بتفوقنا ودي بتبقى تكفير للزنوب تكفير لتقصرنا في حق الله ولكن أنا بقول دائما الثلاث السنوات الأول في الزواج كما يقول المتخصصون بيبقى فيها مشاكل كتير لسه الاتنين بيعرفضوا بعض دي واحدة أعلى وفترة الخطوب أصلها حاجة والجواز والاستقرار داخل البيت مع بعض ده موضوع تاني ده حديث بتقولي لسه بيعرفوا بعض يقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لما يتعاودوا على بعض فلذلك ما نقلقش لما نلاقي فيه مشاكل نقلق إمتى بقى لو المشكلة هتؤدي إلى انهاء الحياة نقول بقى لا ما ينفعش كتير ولكن في السنوات الأولى بقى فيه مشاكل أو فيه مشاكل لأن كل واحد فيه بيعرفت بعض من البداية بتبقى أفضل شيء يعني إذا كان هو رافض الشغل من البداية كان قال من قبلها إذا كان هو مش عايزة أن هي تساعد الأهلها أو أن هي يبقى دخلها كله للبيت يعني كل الكلام اللي يتقال دلوقتي كان لابد أنه يتقال من البداية هو حضرته يعني خدها على عصابه قوي لما ليه أن هي بتساعد والدها وهي قطر خيرها وربنا يكرمها شايف والدها مديون وعلى أقصاد فوقف جنبيه المفروض هو أخلاقيا نقول لها ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا إحنا نتحمل وإنت برضو تساعدين لحد ما يخلص اللي عليك طبعا